السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لعبتها صح ياسمين صبري تتجنب غلطة هيفاء وهب الكبرى مع أبو هشيمة لن تصدق ماذا فعلت مازالت الأنظار تتسلط على أحمد أبو هشيمة وزوجته الفنانة ياسمين صبري ليكون آخر ما يتم تداوله هو ثروته الضخمة التي بناها من الصفر ويعد أبو هشيمة الذي رأى النور عام 1975 نمو زجا لرجل الصناعة والأعمال الناجح بمصر كما أنه من أبرز الداعمين للأعمال الاجتماعية بدأ مشواره محاسبا في أحد البنوك وفي عام 2010 أسس مجموعة حديد للمصريين وبعدها بأربع سنوات أنشأ مجموعة إعلام المصريين وفي عام 2017 أسس مجموعة أسمنت قبل أن يقرر عام 2020 دخول عالم السياسة حيث انتخب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري البداية تخرج أبو هشيمة من كلية تجارة جامعة قناة السويس عام 1996 وكان يعمل خلال سنوات الدراسة الجامعية الأربع في بنك المصرف العربي الدولي تحت التمرين بعد حصوله على الشهادة الجامعية بدأ في تجارة الحديد وقام بإنشاء شركة لتجارة مواد البناء وتعتبر شركة حديد المصريين لتجارة مواد البناء وهي تعمل في السوق المصري لمدة تزيد عن 15 عاماً عمل أبو هشيمة لتكوين سرواته من الصفر فقد كان والده ضابط شرطة متقاعد وأصبح بفضل مجهوده الشخصي إلى أن يحتل مكانة كبيرة بين أصحاب السروات الذين تمكنوا من تحقيق سروات كبيرة بمجهودات فردية وباستثمارات تتجاوز مليار دولار أسس أحمد أبو هشيمة مجموعة حديد المصريين عام 2010 حيث أنشأ أربع مصانع بأحدث التقنيات الصديقة للبيئة في صناعة السلب والتي تنتج حوالي 2 مليون طن سنوياً من حديد التسليح وبالإضافة إلى استثماراته في مجال الإعلام خاض عام 2017 مجال مواد البناء باستثمارات تزيد عن 6 مليارات جنيه من خلال مجمع يضم 6 مصانع من بينها مصنع أسمنت المصريين في سهاج الذي يتمتع بطاقة إنتاجية تبلغ مليوني طن سنوياً مما يشكل إضافة اقتصادية كبرى في صعيد مصر أوضحت المجلة الأمريكية فوربس أن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة يتمكن من تحقيق أرباح سنوية تقدر بـ 15 مليون دولار عندما كان يبلغ من العمر 42 عاماً فقط وتشير الإشارة إلى أن هذه الأرقام التي تم التوصل إليها عندما كان يبلغ من العمر 42 عاماً كشف أحمد أبو هشيمة أن أحد أقاربه نصحه بالزواج المبكر حتى يركز في عمله كرجل أعمال لذلك تزوج الأول مرة وهو في عمر 22 عاماً من زميلة له في الكلية ولديه منها ولدان وهم عمر الذي يبلغ من العمر 20 عاماً ويوسف الذي يبلغ من العمر 17 عاماً لم يكشف للإعلام سبب طلاقه من زوجته الأولى ولم يكشف هويتها أو أي تفاصيل عن حياتهما سوياً وفي عام 2009 تزوج أحمد أبو هشيمة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعد قصة حب دامت لسلاث سنوات تعرف السنائي خلال حفل زفاف وكان وقتها لا يعرفها لأنه غير متابع للوسط الفني وعندما تعرف عليها قال لها أنا خطيبك نفت هيفاء وهبي في كل المقابلات وجود أي علاقة غير شرعية بينها وبين أحمد أبو هشيمة قبل الزواج مؤكدة أنها لا يمكنها أن تعيش هكذا زواج هذا السنائي أصار غضب الفتيات المصريات بحسب ما تنقلته وسائل الإعلام في تلك الفترة بسبب زواج رجل الأعمال المصري من لبنانية فخرجت هيفاء وقتها عن صمتها وقالت أن كل شيء في الحياة نصيب وأن هناك العديد من الشباب اللبنانيين الذين تزوجوا أيضا من مصريات هيفاء كانت أكثر من جريئة وكشفت عن شبكتها وقالت أنها كانت عبارة عن خاتم وإسورة وحلق اشترتها في يوم واحد خلال نصف ساعة مع أحمد ونفت حصولها على عشر ملايين جنيه كمهر مؤكدة أن مهرها كان القرآن الكريم شهر العسل كان في جزيرة كبر الإيطالية لمدة عشر أيام فقط وذلك الارتباط كل منهما بأعمال في البلد صرح أحمد أبو هشيمة بأن هيفاء وهبي كانت أفضل مثال كزوجة أب وعاملت ولديه من زواجه الأول أفضل معاملة الأمر ليس غريبا على هيفاء فكانت تهتم بهما خلال تواجدها معهما في وقت كان أحمد مشغولا لأنه يعمل طوال أيام الإسبوع هذا الزواج استمر حوالي ثلاث سنوات فلقد انفصل السنائي بطريقة محترمة جدا من دون خلافات إلى العلن تشير بعض المصادر إلى أن أحمد كان غيورا كثيرا على هيفاء وطريقة تفكيره شرقية كثيرا ما أحدث خلافات بينهما بسبب ما كان البعض من حوله يتناقل عن هيفاء ولبسها وفنها في مقابلة عام 2018 عبرت هيفاء وهبي عن ندمها على زواجها من أحمد وقالت أنها تتمنى لو أدارت زهرها يوم سلم عليها وذلك بعد أن انتشرت أخبار عن أنه حاول محاربتها في مصر وفي أبريل عام 2020 وخلال فترة الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا انتشر خبر زواج الممثلة المصرية يسمين صبري من أحمد أبو هشيمة في حفل زفاف صغير بسبب الوضع ومنذ ذلك الحين والثنائي أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري يحرصان على مشاركة الجمهور بأجواء من حياتهما حتى أصبح مادة دسمة للإعلام الفنانة المصرية يسمين صبري في ظل عدم إيمان البعض بموهبتها الفنية كشفت خطة عمل لها بدأتها منذ فترة وتستمر بها حتى اللحظة وتشمل العمل الاجتماعي للزهور بين الجمهور وكسب حالة من التعاطف بينهم وأكدت المصادر في تصريحات أن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة هو من نصحها بذلك وعرض عليها القيام بعدة أنشطة اجتماعية للزهور بين الطبقات الأقصر احتياجا في مصر منوها بأن تلك الخطة من بين خطة أعمال أحمد أبو هشيمة نفسه والتي يقوم بها منذ فترة طويلة وأضافت المصادر أن يسمين صبري رأت في نصيحة زوجها ومشاركته أعماله أمرا مهما لا سيما وأنها طوال فترة العام ليس لديها أعمال خاصة بها كما أنها اعتمدت خطة فنية بالزهور بعمل رمضاني كل عام وهو ما يتيح لها التفرغ لأعمالها الاجتماعية وفي ذات السياق ربط مراكبون بين هذه الخطوة وبين تصريحات زوجها أبو هشيمة عن سبب تركه للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حيث قال أنه هيفاء قرر الانفصال بسبب خلافات في وجهات النظر بينه وبين هيفاء حول بعض تفاصيل الحياة خاصة مع سفريات كل منهما الكثيرة بحكم عملهما وانشغال كل منهما بعماله الخاصة وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين أنه لا يقصد أبدا أن يزبح تريند على مواقع التواصل الاجتماعي مشيرا إلى أن متابعيه دائما ما يهتمون بأموره الشخصية أكثر من الاهتمام بمشاريعه والمبادرات الخيرية التي يطلقها وطلب من الذين يتابعوه على السوشيال ميديا أن يركزوا في عمله أكثر من أموره الشخصية لأن عمله هذا من الممكن أن يفيد الكثير من الشباب بحسب قوله